دكتور محمد عطمان الخشت أهلا وسهلا بحضرتك ويعني بنبتدي بحضرتك سنة جديدة إن شاء الله تبقى جميلة كل سنة حريك طيبة وسادة المشاهدين ومصر شكرا جزيلا حريك دلوقتي يعني بتتولى منصب كبير جدا جدا سبقوا يعني ناس كتير وأسماء كبيرة جدا في هذه الجامعة ما هو الحال في جامعة القاهرة حاليا؟ جامعة القاهرة الآن هي جامعة من جامعات الجيل الرابع أحدث أجيال الجامعات العالمية هي جامعة استطاعت أن تجدد نفسها مرة أخرى لكي تواكب أحدث الاتجاهات والموجات العلمية والفكرية والتعليمية في العالم كله جامعة القاهرة الآن تنافس كبرى الجامعات العالمية في التعليم في البحث العلمي في الأثر المجتمعي والأثر الفكري والأثر الديني والثقافي على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم العربي والعالم كله هل هي مصنفة عالميا مثلا في درجة معينة؟ طبعا جامعة القاهرة الآن استطاعت أن تتقدم مراكز كبيرة جدا في التصنيفات الدولية المختلفة من آخر تصنيفات تصنيف كيو اس رانكينج ده كان حلم بعيد جدا لأن منذ سنوات كانت بعيدة في التصنيف العالمي لكن الآن جامعة القاهرة كسرت حاجز أفضل خمسين جامعة في أحد التخصصات العلمية وكسرت حاجز أفضل مئة جامعة في تمن تخصصات علمية تبقى لتصنيف كيو اس رانكينج وتصنيف شنغهاي فجامعة القاهرة استطاعت أن تحقق تقدما كبيرا ومنافسة دولية بين 30 ألف جامعة يعني حضرك أنا لما كلمك عن أفضل خمسين أو أفضل مئة أو في الترتيب العام في أفضل ربعمية ده مش تصنيف بعيد لأن أنت بتترتب الجامعات من بين 30 ألف جامعة جامعة القاهرة بتنفس جامعات حملها وعبقها ليس مثل حمل وعبق جامعة القاهرة